السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأطفال الصغار والأولياء التلاميذ أهلا وسهلا بكم فقد لاحظت بعض الصعوبات في هذا الدرس المتمثل في العدد عشرة هو الدرس رقم 12 تلاميذ السنة الأولى ابتدائي فهناك بعض النقاس التي يجب أن نتحدث عنها فيما يخص طريقة التعامل مع مثل هذه الأسئلة فنلاحظ في جزء أبحث وهو جزء جد مهم لتنمية مهارات المتعلمين التعليمة تقول أشطب الأهلة التي تزيد عن عشرة يبقى المتعلمون في حيرة ويجب أن نعودهم وندربهم على آلية الشطبة السليم فآلية الشطبة السليم قد تسهل عند بعض المتعلمين لكنها صحبة عند البعض الآخر فأول ما يجب أن ندرب الطفل عليه وأن يحسب كل العدد وهنا عدد الأهلة ولا نترك إبهاما فهناك بعض المتعلمون وقعوا في مشكة الأهلة وبعض لم يريد حل التمرين فقط لكلمة الأهلة فشرح كلمة الأهلة مهمة جدا وهي جمع هلال جمعها أهلة نحسب لابننا الكريم كل الأهلة بهدوء وبروية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر وثلاثة عشر نحسبها كلها في الأول ونطالب المتعلمين بكتابة العدد إن أمكن ثلاثة عشر ونميزه ونقول له يا بنيا يا بنيا هناك ما هو زائد فكيف أمثل للطفل الصغير أمثل له بالملموس يعني في المنزل ونت تراجع لابنك الصغير عوذ الأهلة مثلا بالقريصات أو بالخشيبات أو كون أهلة لابنك الصغير لكيفهم وقل له قدم لي عشر فقط قدم لي عشر فقط من بين ثلاثة عشر يقدم لك ابنك الصغير عشر فيجد ما يفيض عن ذلك وهذا الأسلوب التعليم هو ليخلي ابنك يفهم كلمة تزيد فلما يبقى له ثلاثة في يده قل له ما بقي في يدك اشطبه من أحسن الوسائل الأعزاء الأولياء لإفهم هذا الدرس للأبناء الكرام فقد لاحظت صعوبات عند بعض المتعلمين أتمنى أن تتداركوها أيضا في المنزل وتكرر هذه العملية مرات عديدة مرة مع الأهلة مرة مع النجوم مرة مع التفاح مع البرتقال مع ما يحبه ابنكم الصغير اتركوا له فسحة الخيار فهنا سوف تجدون نتائج أحسن أتمنى أن أكون قد أثدتكم وحاولوا الاكثار من مثل هذه التمريل لأن تنمي الفكر الرياضي لدى المتعلمين وربط العلاقات الحسابية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته